خرجت تظاهرات في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية تنديداً بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين في معتقل عوفر وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والقنابل الصوتية داخل أقسام الأسرى بالأمس كانت جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم من الإهمال الطبي من كل الجرائم التي تأخذ بحق الأسرى وذوي الأسرى ولكن هجمة الأمس على ما يسمى بسجن عوفر اللي فيه فلذات أكبادنا ومنهم الأشبال اللي هم دائماً كونوا الأكثر في هذا المعتقل يعني كانت من أبشع الهجمات هي مجزرة إذا جازت تعبير ورداً على الإجراءات القمعية الإسرائيلية أعلن الأسرى الفلسطينيون في كافة السجون الإسرائيلية الامتناع عن القيام بالأعمال اليومية والبقاء في حالة استنفار كاملة استعداداً لأي مواجهة محتملة مع إدارة المعتقلات بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الحركة الأسيرة اتخذت خطوات نضالية رداً على الاقتحامات المتتالية التي نفذتها قوات القمع التابعة لإدارة المعتقلات وأسفرت عن إصابة أكثر من مائة أسير فلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر